ام محمد من القاهرة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دايما انا بشوف مناني ان انا راجع البيت ده تاني وان وجراني بيبركولي على رجوية البيت ده ده حاجة دايما بشوفها بتتردد ليه كتير قوي خليكي معايا ام محمد ايوة اما اشوف ان انا رجعتي بيتي بيدل على الستر بيدل على الايه الستر ليه لان ربنا اللي قال كده قال وقرن في بيوتكن لا تخرجهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن يبقى انا ما شوف ان انا رجع بيتي يبقى ده ستر ان شاء الله انا حدن فيه بامر الله والله اعلى واعلم ايه تاني عندك البنتي شاكت رؤية لها برضو ان هي قاعدة في مصورة طرف في مصورة طرفة معاديها من عند بيت اهل جوزي هي عايشة فيها من اللي عايش فيها اه مرض زوجي اه قاعدة في مصورة الصرف دي بس مصورة الصرف مستاش مية علشان ايه اه اتنام فيها طول اليوم وبالليل المصورة دي فتح على بيت الجيران في شارع كده هي بتخرج بالليل عشان ما حدش رأي بقى طويها يعني وتفحسين وبتيجي منين يعني طيب هو متجوزها في السر ولا في العلن لا في العلن طيب بس هي بليل بتخرج من المصورة دي تروح في ايه مكان هي عايزة وبتيجي تخش منه بالنهار واثنان في قلب المصورة غاية بالليل دي بانكشافة الرؤية دي المصورة دي بتاعت مجاري بتاعت صرفي بس افهاش مية ما يفهاش مية هو ما خلفش منها معه بنت واله منها مخلف منها او بنت واله طيب ان شاء الله ما فيش اي مشاكل وربنا يجمع بينك وبينجوزك في خير واهل بيتك انا هقول لك حاجة يا محمد واحنا على الهوى دلوقتي محمد طيب انا مفترض ان جوزي تجوز عليك وهو بيعدل وهي قالت ان انت قلت ان انت وزك واخدلك شقة طيب لما فيه عدل وفيه استطاعة يبقى انا مفيش اي مشاكل طيب انا مستقر في بيتي وربنا اداني زوج الصالحة اللي سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن من دنيا بعد تقوى الله خير من امرأة صالحة تعينه على امور ديني ونحمد الله ان رزقنا الزوجة الصالحة ايضا اللي بتعيننا على امور ديننا والله اعلى وعلم